ماتش مهمة جدا إن شاء الله بكرة قدام أثيوبيا واتكلمنا عن ماتش غينيا وفوزنا فيه طبعا بهدف نظيف وحصادنا اللي احنا عايزينه زي ما بتقال كده تلعت بالتلات نقاط بتوعك لكن ما حصلتش على الأداء الأمثل أو الأداء المتوقع خلينا نبقى الصرحة على كل حال المواجهات اللي جاية هتحمل لنا ايه وتحديدا غدا أمام أثيوبيا وكمان احنا بنتكلم ان المجموعة بتاعتنا ربما ليست المجموعة الخطر ولكن هي ليست المجموعة برضو الأضعف ففي كلام كتير محتاجين يعني نتناقش مع عادفنا العزيز كابتلن أحمد فوزي حارس الأهلي السابق بونجور صباح الهنب صباح الجمال صباح الفل عليك وصباح الفل على كريم صحيناك بدري انا شعرف انا حاسر انا ما حبش الكلام ده احنا نعملوا 12 دهر في الأهلي بدل عشوز يبقى لطيف في الوقت ده طيب احنا والله نشوف القصة دي شوف الإدارة رأيائي يا ريتها بالتمانية كبت رحمة يا ريتها بالتمانية يا ريتها بالتمانية يا ريتها بالتمانية طبعا عندنا يعني كلام كتير نتكلم بأحدا كتير متعلق بيه مباراة بكرة إن شاء الله وفي اللي جاي وبرضو أكيد حابين نتكلم على المجموعة التي تتكلم عنها نحوان يعني مجموعتنا فعلا هي في النص وفيه ناس ممكن تشوف إن هي بتميل إن هي مش متخوفكش المفروض يعني الأول أطاق يعني نقدر أن المجموعة بتاعتنا مش قوية أوي فرقة غيني الوحيد المنافس المباشر ديك أسيوه هي تيجي من بعيد خاصة أن أسيوه هي راعة الأمة الأفريقية الأخيرة مشكلتك أن انت ملاوي طبعا بعيدة جدا بقالها فترة مش هي ملاوي اللي كانت من عشرين سنة أعتقد أن وجود الماتشين بتوع أسيوبيا وملاوي بيتلعبوا في ملاوي هي دي المسببة مشكلة شوية ولكن على الورق أنت أقوى من أي فريق موجود في المجموعة في مشكلة في عدم التجنس ما بين اللاعبين والجهاز لكن على الأرض شفت إيه بص على الأرض لا على الأرض لسه ما شفناش حاجة وعايزين نعذر كابتن إيهاب أول تجمع ليه وفي نفس الوقت هم خمس تيام بس تجمع ما فيش أي جديد الفرقة خارجة من النكسة بتاعت عدم الوصول لكاس العالم نفسيا مش كل الفرقة متاحة بدنيا وإصابات عندك حيازي وأكرم وغياب الشناوي فيه ناس كتير انني ما كانش موجود ناس كتير مش موجودة صلاح مش موجودة الموتش بتاع بكرة كل ده بيأثر على الفرقة أهمتا بالسلب إنما الكويس أن أنت تخرج منها بنتيجة إيجابية أعتقد مكسبنا اللي فات ده كان كرم من عند ربنا نتمنى أن بكرة ربنا يكرمنا برده بأي طريقة ونحاول نكسب أو على الأقل نخرج بتاعادل لأنه خسرتنا تدخلنا وازلنا المجموعة ببعضها تانية أكيد أكيد طيب أنا بس عايز أستأذر حضاك إن احنا نروح للحظات بس الملف المختلف تعالوا نروح لمنتدى الحوكمة الرياضية وده أول منتدى من نوعه يعني خاص بالحوكمة الرياضية بيتم في مصر ويقام في مصر ويتنظم وزارة التخطيط طبعا بمشاركة المؤسسات المعنية المختلفة بتطوير المنظومة الرياضية احنا معنا بالفعل مراسلين مريم سميح ومحمد توفيق عشان يعرفون على المزيد من التفاصيل صباح الفل عليكم تفضلوا صباح على الكيرا كريم تحياتي ليكو النهواند وكمان كابتن أحمد فوزي ضفكم الكريم وكل مشاهدة القناة النادي ألف كل مكان زي ما عودناكم طبعا عشرة صفحة في الأهلي موجود في كل مكان وزي ما ذكرت في البداية احنا النهاردة في منتدى الحوكمة الرياضية يعني ايه حوكمة الرياضية؟ طبعا لما كانت الرياضة أصبحت يعني زي ما بنقول بقت خلاص صناعة فكان التوجب على الدولة في ضمن سياستها العامة وإدخال يعني سلوب الحوكمة في كل حاجة الحوكمة اللي بتعني المسائلة والنزاهة المالية ومعايير الشفافية في أي صناعة ومن ضمن هذه الصناعات هي الرياضة فكانت ده طبعا تلزم على مزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تنظم المؤتمر الأول للحوكمة الرياضية في مصر تحت أنوام تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة في مصر طبعا زي ما انت ذكرت كريم ده أول مؤتمر بيتم يعني يقامته في مصر طبعا ده زي ما قلنا لما تحولت الرياضة إلى صناعة فكان لازم الحكومة تتدخل في ضمن نساستها العامة وتكون جزء من سياسة الحكومة وإدخال الحوكمة وأساليب النزاهة المالية والمسائلة والاستجابة لكافة المتغيرات كمان معي زميلة العزيزة مريم ساميح برحب بك يا مريم يعني نقد كلمين عن المؤتمر وأهميته كمانا بصبح عليك يا محمد في بداية بصبح عليك طبعا يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كابتن أحمد فوزي وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يمكن يعني تحت عنوان تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة في مصر وهو المؤتمر الأول من نوعه زي طبعا ما كريم يعني ذكر فيه البداية الفكرة من الحوكمة هي فكرة أنه تنظيم أليات العمل أو فكرة كمان النشاطات المشتركة ما بين المؤسسات وفكرة وجود شفافية كبيرة جدا في هذه المؤسسات ويمكن كمان هذه الحوكمة بتؤدي لفكرة النمو الاقتصادي داخل المؤسسات الرياضية في مصر الكبيرة وده طبعا اللي موجود النهاردة هيكون فيه أكتر من جلسة سواء جلسة افتتاحية أو فكرة يعني ساشنز على مدار هذا المؤتمر لأنه طبعا أكيد ده بيحقق التنبيه المستدامة في مختلف المؤسسات الرياضية الكبيرة ولما بنتكلم عن المؤسسات الرياضية الكبيرة لازم طبعا بنذكر النادي الأهلي النادي العظيم وفكرة طبعا أنه بيكون موجود في أي فعالية بتبقى هي الأول من نوعها وعلشان كده موجود ممثلين طبعا عن النادي الأهلي النهاردة في هذا المنتدى وأكيد طبعا فيه كبار من الشخصيات حضرين أيضا هذا المنتدى ويمكن أبرزهم دكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ودكتور أشرف المداني الأمين العام للاتحاد العربي لإعداد القاضة وأيضا ممثل عن النادي الأهلي طبعا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ودكتور حيات خطاب النائب الأول لرئيس اللجان البراليمبية كل دول موجودين نهاردة طبعا علشان ينقشوا فكرة تفعيل الحوكمة الرياضية داخل مصر لأن ده طبعا أكيد موجود جدا علشان يكون فيه شفافية ونزاهة ما بين المؤسسات الرياضية المختلفة بالطبع ماري ممكن كمان يعني زملاء العزاء في الأستوديو وجامحة النادي الأهلي في كل مكان المؤتمر النهاردة بيهدف كمان لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الخبراء الوطنيين والدوليين من قطعين العام والخاص وكمان كيفية تعزيز الحكم الرشيد في مجال الرياضة لضمان قطاع رياضي فعال وكف شامل وآمن وأخلاقي ويشمل كمان حاجة مهمة جدا وهم الأشخاص زو الهمم زي ما ماري مقالت وذكرت النادي الأهلي طبعا بجانب دور الرياضي هو ليه دور وطني مشارك في كافة الفعليات الوطنية ويمكن النهاردة المؤسسة اللي بتمثل الأندية الرياضية في هذا المؤتمر هي النادي الأهلي طبعا ممكن مؤخرا النادي الأهلي فاز بجائزة محمد براشد المكتوم للإبداع الرياضي كان فاز بها عن الجزء الاقتصادي أو الوحدة الاقتصادية النادي الأهلي وده دليل عن أن النادي الأهلي دايما متفوق مش بس رياضيا ولكن بيخش في أفواج جديدة جدا وبيقدم تجربة رياضة كل الأندية المصرية يمكن الحكمة الحكومة المصرية بتتبنيها في جميع المجالات وفايا الرياضة وأعتقد أن أعظم مثال على هذا هو النادي الأهلي ودائما النادي الأهلي موجود بدور الوطني في كل الأوقات وفي كل الإفنتيات المهمة دايما يا رب النادي الأهلي في تقدم الظهار ودائما مصرنا بإذن الله بخير الظهار ودائما العشر الصبح موجود معاكم في كل مكان دي كانت تغطيطنا هنا أنا وماريم من منتدى الحكمة في الرياضة كلمة لكم اتفضل طيب أنا عندي سؤال لكم طبعا صباح الفل بس أحب أعرف برضو منكم لو لديكم المعلومة إزاي ممكن الحكمة دي كمان تزيد أو يبقى فيها طاقة إيجابية أو إنعكاس إيجابي على أداء العاملين في المجال وأنا هتكلم هنا تحديدا على المجال الرياضي لو نوضحها بس كمان للسادة المشاهدين تفضله يمكن طبعا نهواند زي ما أنت بتسألي فكرة يعني الإيجابيات الموجودة من فكرة يعني الإكسبراشن أو مصطلح الحوكمة الرياضية لو بنتكلم على فكرة الأمثلة النجاحة يمكن النهاردة هيتم طرحة أمثلة نجاحة لفكرة أنهما يبتدي تطبيق الحوكمة في مصر خاصة أن إحنا عندنا في الساشنز الموجودة يمكن أمثلة كتير جدا يعني هيعطيها الأكاديميين وده طبعا اللي بيعطي فكرة الإيجابية اللي أنت بتكلمي عنها يا نهواند لأنه طبعا أكيد الحوكمة قبل ما تتطبق هنا عندنا في مصر تم تطبيقها في عدد من الدول الخارجية في مؤسسات رياضية كبيرة جدا والذي هيكون معنا النهاردة في عدد من البريزنتيشنز علشان يعرفوا إيه الحاجات الإيجابية أو إيه أبرز الإيجابيات اللي حصلت أو عادت على العاملين في هذه المؤسسات الرياضية وكمان يعني كمؤسسات رياضية نجاحة وكبيرة في يعني حول العالم وده اللي هيتم النهاردة طرحه خاصة أنه يعني هم عايزين من هذا المنتدى أنه يكون في تحسين لأداء المنظمات الرياضية في مصر وإبعاد يعني كل الفساد عن المؤسسات الرياضية أيضا وده برضو اللي هيكون معنا النهاردة عندنا عدد من المتخصصين والأكاديميين في هذا المجال علشان يطبقوا كل ما تم تطبيقه في الحوكمة الرياضية حول العالم في المؤسسات الرياضية الكبيرة علشان يتم تطبقها هنا ويعود بهذه الإيجابيات اللي أنت يمكن تتركتي لها نهواند كمان يا مريم بالإضافة أنت سألت بالتحديد أنا هواند في نقطة المعاملين في المؤسسات الرياضية هيستفادوا إيه من الحوكمة زي ما قلنا الحوكمة دي هتوصل بالرياضة كونها واحدة من أهم الصناعات حاليا على مستوى العالم أنها يبقى فيه زي ما قلنا هيبقى فيه شفافية مالية فيه نازهة فيه استجابة وفيه مسألة ودوتها يقدر التنمية المستدامة معنى وجود التنمية المستدامة في الرياضة اللي بنا هدفه في الرياضة المصرية ده هيعيد دخل كبير جدا على كل العاملين في المجال الرياضي وأعتقد ده هيبقى أهم الإيجابيات أنها توفير حياة مستقرة لجميع الرياضيين توفير مدخيل لكلهم هيبقى فيه دخل مناسب لجميع الرياضيين يعني زي ما بقول نشوف مشاكل كتير جدا في شتى مناحي الرياضة بسبب عدم توفر الدخل أو أن الرياضيين عندنا يكونوا محترفين بشكل كامل خاصة الحكام لا بالنظام الجديد ده نتكامل على الشمول المالي نتكلم عليها وكما يبقى فيه استقلال مالي كل العاملين في المجال الرياضي هيبقى محترفين فقط في الرياضة وده إن شاء الله يقود بالخير على مصر كلها ومجال الرياضة خاصة أنا بشكركم جدا جدا أنا وكريم زوانائنا الأعزاء والمتقلقين توفيق أو توفيق ماريم ساميح شكرا لكم جدا جدا وأكيد مؤتمر مهم وحنتبع وأكيد مع حضراتكم على مدار يعني الحلقة على قناة الأهل ما عليش طورنا عليك بس نظر الأهمية بزبط نعرف مزيد من التفاصيل حول موضوع الحوكمة نرجع بقى مرة تانية الحوكمة نحن بقى وقيتنا للمنتخب واللي بيجرى في المنتخب حضرتك إلى أي درجة متفائل بوجود كابتن إيهاب جلال وطبعا شخص له تاريخ ومدرب مخضرم فكرة إنه جاي بعد كيروش وبعد لغة كتير تعالى نسميه أثاره كيروش من أول ما جاء لغاية لما مشي الحقيقة في رؤيتك أنت الشخصية هل في أمور معينة يفضل إن كابتن إيهاب جلال ينتبه لها متعلقة بكيروش وكيفية إدارته للأمور لازم يعني ياخد باله منها عشان يتحاشاها في حال ما إذا كان وكانت حاجات خاطئة أكيد أول حاجة كابتن إيهاب جلال حتى هو أتكلم عليها إنه بيلعب طريقة لعبة مختلفة تماما من عن مستر كيروش يعني أربعة وثنة ثلاثة واحد المميزة لكابتن إيهاب جلال في كل حتة مسكها وسعادة بيلعب ثلاثة أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة أربعة مستر كيروش كان بيلعب أربعة 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 أبتش غينيا لا من أقولك هو أربعة 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 كابتن إيهاب ما غيرش الطريقة بتاعة مستر كيروش لأنه زي باقول حياتك هو أعجر الخمسة أيام وإذا قال كده أنا مش هقدر أغير دلوقتي ولسه قد دامي فترة كبيرة سبعة شبور عشان يجتدي يحط فكره في الملعب وده اللي كان متواجد فيه مع ميستر كيروش كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الناحية الهجومية كنا بنعف ندفع كويس جدا وبنعف نستخلص الكورة كويس بس انهاء الهجمات كان عندنا في صعوبة كبيرة جدا وما كناش بنوصل حتى الميبارات اللي كنا بنكسبها كنا بنكسبها كلها تقريبا ضربات جزاء وصلنا نهائي كاس الأمم الأفريقية بضربات جزاء في الثلاث ماتشاط اللي هم المفصليين فعشان كده ديناس حتى في مبارات سنجل كسبنا واحد هنا وروحنا هناك جد غلبنا واحد ويعيدنا برضو بطلبات جزاء وخرجنا فاحنا ما عندناش قدرة على الناحية الهجومية هو بقى كابتن هاب المفروض انه يزود الناحية الهجومية يرجع لأيام مثلا عايزين يرجع لنعب كرة زي ايام كابتن حسن شحات الجيل الدهبية 6-18 كان الفرق كلها بتعمل لنا ألف حساب سواء بقى روح سواء قلب سواء كرة كل بكل ما اللي تقول عليه هو ده الكابتن هاب جلال المفروض هيبقى عليه عايز اقول ان مش مش على طول بنتفق على حد وبيطلع شغله إيجابي والعكس صحيح دايما بنبقى مش متوسمين في حد انه يوصل لحتة معينة وربنا يكرمه الدنيا بتمشي معها كابتن حسن شحات لما مسك المنتخب كان مسكه فترة انتقالية لحد ما يجيبه مدير فني أجنبي وربنا كرمه ورح ومشت معها ورح لعب كاسة وكاسة الأمم الفرقية كسب 2006 والدنيا مشت معها وهكذا كان عندنا مستر كوبر ومستر كيروش كنا حطينا عليهم أمال كبيرة جدا جدا ولكن ما شفناش الكلام ده فاحنا عايزين نمشي مع كابتن هاب جلال واحدة واحدة الراجل ما معهوش عصى سحرية هيحطها على حاجة الدنيا تضغير فلا لازم نصبر عليه شوية حتى الناس اللي تفرجت على المباراة مش متفقلة بس لسه قداما ده أول مباراة لعبها احنا برضو احنا مفتريين احنا مفتريين كلنا اه وكلنا بقينا دلوقتي بنحل الكرة فالموضوع صعب شوية وكمان يعني لو هنعمل كده صورة توضيحية للمشهد حاليا ولمضتش بكرة انت عندك زي ما حاجة ذكرت غيابات كتيرة جدا يعني الأربعة المحترفين وبتتكلم عن برضو فتوح وغيره وكان لسه الشناوي راجع بس يعني بيقال أن أبو جبل هو اللي هيلعب يعني اللي هو الأكثر يعني زي ما بيتقال كده الأول أقرب لللعب بكرة ان شاء الله فالوضع برضو مش قوي يعني كابتن إهاد مش محظوظ للدرجة بصراحة برضو عليه ضغط كبير جدا داخل قبل ما أي حاجة فلاس الإسابات دي حقيقة يعني دنيا تتكلب عليه زي ما بقوله أو زي ما تتكلب عليه فعلا يعني فعلا أول حاجة أنت هو مش معاه القوة الضربة صلاح أنني فتوح مش موجود الشناوي مش موجود آآ 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 في إنسان بالنسبة له أعتقد صعبة. المباراة السابقة عاملة عدء عليه سلبي مش في النتيجة ولكن في الأداء. فأعتقد لا. المباراة تبقى بوكرة قوية مع خصم بيحب أسئوبة مزيتهم الوحيدة في الجريمس. فإحنا لو أدنا لهم مساحة كبيرة في الملعب هنتعب معهم. عشان كده أعتقد أن الدنيا الكابتنها بيأخذ باله وإن شاء الله نرجع منتصرين. طبعا الجزء اللي هاداك بتتكلم فيه عن أنه بقاله أيام معدودة وأنه معهوش عصايا سحرية. طبعا أنا متفق مع هاداك يعني مليون في المئة. بس في المقابل إحنا بنتلأول وفي الآخر بنتكلم على مدرب وطني. ومدرب عارف كويس جدا وعينه شافت كل لعيب على حدة عشرات ما كانت سمئات المرات. وعارف كويس قوي نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عنده كل واحد منهم. ففكرة إنه محتاج فترة وقت طويلة نسبيا ما بتبقاش مقبولة قوي في حالة حد زي كابتن إيهاب جلال نظرا إنه هو مدرب وطني زي ما كنت بقول لحضرتك كده. فناس كتير ما استنوش. طبقا لنصحتك إن إحنا نستنى لأ في ناس كتير ما استنوش. مع نهاية أحداث اللقاء اللي جمع ما بين مصر وغينيا. ناس كتير قوي. أنا كنت واحد منهم. قلنا كلام ماشي كله بسكة إن إحنا ما شفناش المنتخب قوي. فده افترى مننا تصرع مننا أكتر ولا إلى حد ما إحنا عندنا. كنت تفاوزين عرضة جاية. أنا عايز أقول لك دي حقيقة. أي موديل فني في الدنيا حتى لو ماسك ناس عارفها في طريقة لعبة جديدة مش متعود عليها. لازم يحفزهم فكره. لازم يحفزهم طرق لعب. يا راجل ده ما عندوش وقت يعمل فاولات أو كرات ثبتة. يعني على الأقل تقدير عايز مسلا أسبوعين عشان يحفز. يحفز الفرقة. الكرات الثبتة هيعملها ازاي. الكورنرز الفاولات. الحاجات الدفاعية اللي عليه. الحاجات السوابت بس. ما خدش وقت عشان يعمل السوابت. احنا احنا منتظرين منه ايه ثانية. كل لعيب على حدة انت بتتفرج عليه في التلفزيون وعارف طريقة لعبه وعارف وعارف شغل وماشي ازاي. بس لما يخش جوة المنظومة بتاعتك. انت هتحركه ازاي. اصلا هو مش 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 ماريونيت. انت بتلعب بيهم. لأ انت بتحفزه شغل. الشغل اللي انت بتحفزه له ده. مستني منه رد فعل في الملعب. مستني منه اللي انا قلته له. يحفزه. يبقى عارف بيتحرك فيه. لما كرة يبقى مسلا سيء مع البكريت وانا بلعب بانجليفت. مع البكريت اهو. آآ الكرة معاه هنا. انا هتحرك ازاي. هدخل لجوه. ولا هنزل لتحت عشان استلم. ولا هنزل نص الملعب عشان. لو كرة قطعت منه. طب انا هنزل ادفع على الخط بتاعي. ولا خش نص. كل واحد في الدنيا بيبقى ليه منظومة وفكر على الصبورة. وداخل الملعب غير اي حد. غير اي مدير فني تاني. طريقة لعبك. مش زي طريقة لعبي. مش زي طريقة لعب نهوان. احنا ممكن كلنا نمسك الكبهة دي. بس حد في الدنيا. يا ركبتي حسام البدري قعد سنة وشوية. وفي الناس في الاخر قلت لك. مفيش طريقة لعب. مع ان هو على فكرة مخسرش يعني. مخسرش خالص. خالص. وكله تعادل وكسب. ليه مستر كوبر قعد ستة شهور. ما سوريا مستر كيروش. قعد ستة شهور. الناس برضو قطعت فيه. فين كوبر بس. والله العظيمة الوحيد اللي كان لنا اسلوب معروف. حتى لو هو بصل صلاح ولكنه اسلوب معروف. اقطع وبصل صلاح. ماشي. اسلوب معروف. ده كان حقيقة. انما احنا دلوقتي ملناش اي اسلوب بصلاحة بقال نسباته. الله العظيمة كابتن فاوزي. طيب يعني. خليلي اروح مع حضرتك. ليه. الشكل الامثر حيك دكرته سريعا. وفكرة انا ان احنا خلاص لازم يبقى فيه عندنا خطة هجومية. كفاية بقى خطة دفاعية. عشان فعلا لا تليك بمنتخب مصر تماما. وفي المجموعة تحديدا اللي انت فيها. يعني ده انت مفروض تستغل لهذه المجموعة ان انت تهاجن. تخلص في الدقائق الاولى. تاخد النقاط بتاعتك. يعني ده يمكن مشوفناهوش برضو في غينيا اوي. ما انا بقولك هو لسه بدري. لسه بدري. وبعدين انا خلي بالك. اللعيبة كلها عندها اخفاق. سنة اتنين وعشرين بالنسبة لمصر اخفاق في جميع النواح. احنا كالكندي اهلي خارجين من نهائي صعب. طبعا. تمام. منتخب مصر خرج من بطولة افريقيا في النهائي. خسر. وفي وصول كاس علم. ما ديرش. فبرضو عندنا اخفاقات. فانت عشان تجمعي الثقة دي ما بين اللعيبة وبين بعضها. عايز وقت. يعني اصبره. يعني احنا مش مستعجين على حاجة. احنا كده كده اول. اول بطولة لنا. هتبقى بستة تلاتة وعشرين. فاحنا بنقطع من دلوقتي لحد ستة تلاتة وعشرين. اعتبار ما سيكون. فلازم نستنى بعد. يعني احنا ده تاني. ما شلينا بكرة. بعد كده اول مباراة في تلاتة وعشرين تسعة. للمنتخب. يعني اده بقى وقت كافي. وهيلعب مباراة ودية. وهيحفظ اللعيبة بتاعته. وعايز يعمل ايه? وهو طلب انه هو يعمل تجمعات صغيرة ما بين ماتشات الدوري. وده حقه. فيعني لا الدوري مساحة. وبعدين ابقوا عقبوا. او 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 رفعوه. زي ما عملته مع كيراشما. كيراش رغم الانتقادات اللي كانت في الاول. بس كل شوي كان يقولك اصبر اصبر. ما خدش اول بطولة. وقالك اللي بعدها اصبر. ما خدناهاش اللي بعدها اصبر ما خدناهاش? لا خلاص بس بك. ازحلقنا اخو. احنا العمر جاري بنا واحنا صبري. واحنا بنستنين نشب ريح البطولة. يعني. طي. اولا احنا ساعدنا جدا. جدا موجود حضرتك معنا وعايزين نستأذلك أن أنت تحضرنا بقى في الإجابة على سؤال السوشيال ميديا اللي خاصة في حلقة النهاردة احنا في أول الحلقة سألنا حضرتكم سؤال وكان السؤال كم مرة واجه منتخب مصر النظير والإثيوبي في نهاي أمم إفريقيا وما نتيجة هذه المباريات طب احنا هنروح فاصل ونرجع صح كده فعلا هنروح فاصل وهنرجع وكابتن فوزي هيكون معنا ونشوف الإجابات الصحيحة وحنعلم على الأشخاص اللي جاوبت صح زي ما كنت تقول لحضراتكم وعدناكم قبل كده في نهاية كل شهر يعني أربع حلقات سوشيال ميديا حنحاول نعمل راندم لي كده نختار والشخص اللي حنختاره ده حيكون لي جايز سواء بقى تيشرت للأهلي أو غيره فاصل نرجع نكام أهلا بيكم مرة ثانية سؤال السوشيال ميديا في حلقتنا النهاردة كان كم مرة واجه منتخب مصر نظيره الأثيوبي في نهائي أمم إفريقيا واما نتيجة هذه المباريات طب كابتن فوزي ما تقول لنا كده ما تقول لنا نتيجة المباراة نتيجة المباراة ممكن أقول لك أو كم مرة مرتين 57 و59 يعيني الحصل وقت كان أعتقد في 59 كانت المباراة بين مصر وأثيوبيا تتهت واحد واحد ومصر كسبت سودان واحد سفر وخدت البطولة ده في 59 طيبا لما أعتقد 57 بقى مش فاكر النتيجة كانت كامية كانت النتيجة 4-0 المنتخب مصر والتانية سنة 62 كان النهائي بين أثيوبيا والجمهورية العربية المتحدة في أثيوبيا وانتهى اللقاء للمنافس بالنتيجة 4-2 طب ممكن نعرض شوية الإجابات وإحنا بنتكلم يا جماعة عشان برضو الناس تبقى شايفة قدامنا يعني مثلا كريم السيد بيقول منتخب مصر وجه أثيوبيا 17 مرة وفاز منتخب إحنا بنتكلم كم مرة وجه منتخب مصر نظيره في نهائي أمم إفريقيا يعني هم مرهتين هو واضح أن في هذا حد فيهم ممكن تكون اتفهمت غلط محمد حسني برضو يقولك التقى الفريقان 17 مرة فاز منتخب مصر 13 مرة وتعدلوك مرتين وإثيوبيا فاز 6 مرتين بس محمد كامل أبو طالب أيل الإجابة صح مرة سنة 57 ومرة سنة 62 هنا 4-1 وهنا 4-2 إجابة مظبوطة جدا مصطفى راشد برضو من الناس اللي قال 17 مرة هو محمد عفرته لا عفرته بقى ركز طيب الورق أصله لازق في بعض خليل أبو جريشا برضو سبق لا أكده الناس تلخبطت بقى تماما يا كريم أحمد بشندي عشرة ده موضوع لوحده بقى ده رقم تاني خالص سيد مسعد بيقول برضو تقابلوا 17 مرة وفادي محمد بيصبح وبيقول مجموعة المباريات 17 مباراة محمود المكاوي كل معلوماتك بتهيأ لي هتبقى مظبوطة هنا 57 أربع أهداف صح من قبل 62 كان في أثيوبيا 4-2 في الوقت الإضافي برافا عليك برافا بس هل معلوماتك يا مكاوي دي جوجل ولا معلومات حقيقية هو ما بين جوجل وبدأ أستاذ محمد صادق لأنه برضو قال جزء من الإجابات عبد وأحمد يقول مرتين سنة 57 ومصر كسبت 4-0 والمرة الثانية سنة 62 وأثيوبيا هي اللي تازلت بنتيجة 4-2 وإجابتك صحيحة حمادة عربي برضو قيل الإجابة مظبوطة هو قيل عدد أو يعني زي مثال الجوال كلامك مظبوط جدا إيه بقى؟ سعيد مصطفى بشار قال إيه بقى؟ مرة إيه؟ بشار بشار قال مرة واحدة؟ لا مش عادي مش لاقي ورقة بشار مش عادي كله دخل عني بقى أنا واقف عنه سعيد مصطفى بيقول برضو 17 مرة وحمادة عربي بيقول مرتين دي إجابة صحيحة برضو النهائي الأول كانت النتيجة 4-0 وفازت إثيوبيا في النهائي الثاني بنتيجة 4-2 على كل حال الإجابة السليمة زي ما حضراتكم يعني سمعتوا 57 كانت 4-1-2-6-0 كانت 4-2 فالمرة دي الإجابات على فكرة أزياد من السوشال ميديا الأسبوع اللي فات كان فيه شخص واحد تقريبا هو اللي آيه الصح فطيب الأسماء دي اللي قالت صح هنجمحها أنا بقعد حضراتكم بقرر مرة تانية واتقلقوش يعني نتكلم شوي عن التشكيل تشكيل منتخب مصر أكيد في اللقاء بكرة إن شاء الله في ظل الغيابات اللي احنا بنتكلم يعني هو مجبر على الأوضاع اللي هو فيها دي مجبر تقريبا يعني أعتقد برضو أبو جبل هو اللي هيبتدي وعمر جابر ناحية ليمين وأيمن أشرف ناحية الشمال قدامه ياسر إبراهيم والوينش في نص الملعب وردو السولية وحمد فاتحي ومعهم ومعهم إمام عشور على الطرف اليمين هيلعب أحمد سيد زيز ومكان محمد صلاح على الطرف الشمال هيلعب إبراهيم عادل وقدام رأس حربة عمر مرموش ده اللي أنا أعتقد اللي هيحصل يعني ومش هيبقى فيه تغيير كبير عن التشكيل لنا عمر مرموش كان فيه ناس برضو وقفت عنده كتير اللي المتش اللي فات يعني التحركات موجودة لكن الفعالية كانت إلى حد اللي مش واضح يعني الكرة الوحيدة اللي جات في المتش لمصطفى محمد حطاجه وهي دي بقى مستير رأس حرب أن أنت تبقى قريب من الجنو عارف إمكانياتك إيه وكل حاجة يمكن الطريقة بتاعة رأس الحرب الوهمي عمر مرموش بيعرف عملها كويس أوي بس عايز واحد يكون قدامه يعني هو لو يلعب تحت تسعة ونص تحت واحد بيلعب تسعة وسترايكر صريح آه هيعرف عملها كويس أوي إنما يبقى هو والسترايكر الصريح بتبقى صعبة شوية خاصة إن إحنا لما بنحب نعقى الكوار عالية ما بيعرفش يتعامل قوي مع الكوار العالية المرسلة من الخلف للأمام مش زي مصطفى محمد فأعتقد لأ ممكن يكون التغيير إن مرموش ما يبتديش ومصطفى محمد يبتدي ولكن بكرة بقى كابتن هاب جل بلعب زي ما قلنا بإيه بعداد وعد غرامتك هواحف ربنا يكون معا إن شاء الله كابتن فاوزي نورتنا ويعني زي ما بتقيل كده ختمناها حلو مع حضرتك كل أسبوع وإن شاء الله بكرة يعني نسحت كلنا لإحنا نستحق بإذن الله يعني كمان أثيوبيا ما هياش نتمنى شكرا لكم شوفكم على خير مشاهدينا بكل مكان إن شاء الله إن عيشنا يوم الحد الجاي وحلقة جديدة من عشر صمحة الأحلي أمعيشة كريم ليه كده حلو السلام